انت كيت ليه يا صف؟ اما تفهمش غلط انا ياسف جدا اما عاش ساعات باباباب انا قصدي مجيتك بجد تشرف لينا وعلى العين وعلى الراسة بس انا قصدي يعني يعني اقولها لك ازاي دلوقتي انت عرفت بوضوح ان هما مش هيزني وحسيت ان هما بيتنفشوني ومش هيشغلوني ابدا تمام وانت في نفس الوقت مش هتغسب عليهم وتشغلني وتخسر الست قريبتك دي مش كابل ليه اه اكيد بس انا ممكن اشغل حضرتك في اي قناة تختارها في مصر كلها انت وشادي وتشغلني انا كمان اه طبعا طبعا يا شادي انت على فكرة امكانياتك اكبر بكتير من انك تبقي مراسلة في كايرو ميديا ده خالص انت اي فريق اعداد او تحرير في اي برنامج تكشوفه في مصر يتمنى انك تشتغلي معاه وممكن تشتغلي في التقديم كمان اه بولك ياو سيد بازن خليك معاك نعم اه انت تعفو سيد بازن انا كنت فين يقوم البرنامج بتاعك وكلام شدي العظيم ده عني والله اللي توقعته ان حضرتك قاعد لوحدك وحزين من الكلام اللي تقاله وقفل تليفونك مش هستردها لحد كل الناس افتكرت زيك حتى العصفور ده بس رحية لأ انا كنت طاير طاير في الهون بص من كرم ربنا علي سبحانه وتعالى ان انا مبادش ابدا وفي علي دين اسد انتوش الحمد لله الحمد لله اوزورني برضو انا مش فاهم كلام حضرتها ليه حبيبي ده كلام واضح جدا بس ركز معا انا قزيت الست في برنامج ازاع يتخير هي بعد كده خدت حقها تالت ومتلت ازاي على الشاشة الكبيرة ومن خلال نجم لامع ما شاء الله كل الناس بتشوفه يبقى كده خلصنا من قول الجزء اللي هو ايه ان انا كده سددت الدين اللي علي وانت ساعدتين في كده ثم بعد كده ساعدتين مساعدة اكبر بقى ازاي انك انت الموهبة بتاعت بنتي ما شاء الله دي ظهرت على ادين يعني كمان انت سددت الدين اللي عليك وبكده نبقى يا حبيبي احنا ايه خلصين لا نعوضك ولا نعوضك يعني افهم من كلام حضرتك انك مستغني عن اي خدمة ممكن اقدمها لك تحت اي مسمة لا 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 عفوا حبيبي ارجوك ما تخدش كلامي بحسي حاولت تفهم قصدي بص تفهم من كلامي اولا ان انا ما قبلش على نفسي ولا على بيتي اي دين اتنين تفهم من كلامي ان انا بحب شغلي وما زلت بتعلق بايه شغلي في الازع بحبه مصبيره وتفهم برضو ان انا صحيح موقوف لكن ما ترفضتش لسه وتفهم من كلامي ان الاستاذ عادل ما كدبش عليك وان هو ما كانش بيحاول ينفذ اه كلام بتاع السادة بتاعتك اي قصدي السادة قريبتك وخلص يعني ايه الكلام اللي حضرتك بتقوله دا يا بابا يعني حبيبتهم فعلا انتصلوا بيا وهلو يتيجي تشتغل معانا وانا اعتذرت رفضت ايوة بس انت كنت لسه حالا مستغرب وبتقول ان انت ما يا حبيبتي انا لحيط استغرب ولا اقول اي حاجة كل ما اتكلم تنطي فوقي وتقول لا اه مستحيل مش معقول اديلي فرصة انا احكيه عشان تفهم معلش انا اسف لو هو اخر سؤال بس طالب ليه؟ ليه؟ لان بنتي تهانت يا استاذ لان بنتي اتردت من شغلها في اول يوم تستلم الشغلة فيه لان بنتي اتعارض مقتها لانها لمجرد انها شفيتها في القسم ايه؟ كتير علي يعني ان انا احافظ على حق بنتي وكرامتها وان انا اقول للأستاذ بتاعك ده زي ما قالها ما يشرفنيش انك تشتغلي عندنا اقوله ولا احنا يشرفنا ان انا اشتغل عندكم احنا اشتغل عندكم او انا اشتغل انا اüyوها انا اشتغل او whats تاديم اشتركوا في القناة